سادساً عنواننا اليوم فلسطين وأحداثها هذا العنوان حينما يطرح وحينما نتحدث عن أحداث فلسطين زمن الظهور الشريف هناك مجموعة من العناوين ترتبط في هذه الأجواء اليهود الدجال أتحدث عن الدجال الأعوار أو عن الأعور الدجال اليهود الدجال الروم القسطنطينية عيسى المسيح هذه العناوين ترتبط فيما بينها صحيح أن كل عنوان له مضمونه الخاص به لكن هذه العناوين ترتبط فيما بينها من العديد من الجهات كلامنا إجمالي وعرض لأهم المطالب إذن هذا هو عنواننا فلسطين وأحداثها العنوان الأول من العناوين التي أشرت إليها ضمن هذه الأجواء اليهود لا أريد أن أتحدث كثيرا عن موضوع اليهود لأنني حدثتكم فيما سلف من حلقات هذا البرنامج وتحدثت عن اليهود كثيرا في برامجي السابقة أولا لماذا التركيز على اليهود في قرآننا لقد ركز القرآن كثيرا على اليهود لماذا بيّنت هذا وسأشير إلى الحكمة وإلى السبب الذي لأجله ركز القرآن على ذكر اليهود مر علينا أن دين الله واحد هو دين الإسلام ولا يوجد عند الله دينان دين واحد هو دين الإسلام منذ أن نزل أبونا آدم إلى الأرض وإلى يوم القيامة دين الله واحد هو الإسلام في كل مرحلة من مراحل الحياة البشرية هناك أنبياء وهؤلاء الأنبياء ممهدون للبرنامج الإلهي الذي يتحقق بكامله في آخر عصر الرجعة العظيمة بوابة هذا البرنامج الإلهي تبدأ من يوم الظهور الشريف كل الأنبياء ممهدون لمحمد صلى الله عليه وآله وهم شيعته وأنصاره وأتباعه وما كانت لهم من نبوة ورسالة إلا بعد أن قدموا العهود والمواثيق في كونهم جزءا لا يتجزأ من دين محمد وآل محمد ما من نبي بعث إلا وقد بعث بنبوة محمد وولاية الأئمة من آل محمد هذه بديهة من البديهيات الثقافية والعقائدية في دين العترة الطاهرة ما من نبي بعث ما من رسول أرسل إلا بنبوة محمد وولاية وإمامة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمم الأنبياء كلفت تكليفا إجماليا بولاية محمد وآل محمد الأمة الوحيدة التي كلفت تكليفا تفصيليا بنو إسرائيل وأريد منهم وأريد لهم أن يكونوا على رأس قائمة الممهدين والموطئين للرسالة المحمدية ولهذا جاءوا إلى الجزيرة العربية لماذا تركوا بلاد الشام ما علاقتهم ببلاد الحجاز لماذا جاء اليهود من فلسطين إلى الحجاز لأنهم كانوا مكلفين بالتمهيد والتوطئة لرسالة محمد صلى الله عليه وآله لأن الجهل والجاهلية قد عصفت وبقيت تعصف في جزيرة العرب ولأن الديانة الإبراهيمية الحنيفية قد حرفت حرفت ومحيت من جزيرة العرب بعد أن هيمنت ديانة الأوثان الكلام طويل لا أريد أن أخوض في التفاصيل التأريخية فهذا هو الذي رسم لليهود أن يكونوا ممهدين ومواطئين للرسالة المحمدية ولذا فإن قريشا تعلمت كثيرا من اليهود فيما يرتبط بالنبي الخاتم ولقد تعلموا منهم علائمة ولادة نبينا وعلائمة بعثة نبينا وتحققت تلك العلامات منها ما هو كوني ومنها ما هو اجتماعي ونفسي حين ولادة نبينا وحين بعثته صلى الله عليه وآله اليهود كانوا على علم تفصيلي بكل ذلك حينما انحرف اليهود عن مسارهم بسبب أن عامة اليهود تركوا دين الأنبياء والعوصياء واتبعوا دين الأحبار والحخامات فصاروا ينتفعون من تلك المعلومات في محاولة اغتيال رسول الله في محاولة عرقلة عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه التفاصيل يمكننا أن نجدها مبثوثة في رواياتنا وأحاديثنا وحتى في كتب التعريخ والسيار عند مخالفي العترة الطاهرة المقام ليس منعقدا للحديث في هذه التفاصيل لذا فإن اليهود يشكلون جزعا مهما من الأطراف التي ارتكبت جناية كبيرة في حق الله وحق أولياء الله المحاكمة المهدوية العالمية سيتضمن برنامجها هذه الحقائق هناك علوان لليهود وهذان العلوان في عاقبة أمرهما يمثلان عقوبة لليهود العلو الأول تقدم العلو الثاني هو الذي نركز الحديث عليه وهو الذي يرتبط بواقعنا فهو أمر اليهود يعلو ويعلو في سورة الإسراء أذهب إلى الآية السابعة بعد البسملة والتي تتحدث عن العلو الثاني لبني إسرائيل العلو الأول تقدم وتحدثت عنه كثيرا في برامج السابقة الكلام هنا عن العلو الثاني فإذا جاء وعد الآخرة في عاقبة العلو الثاني في الآية التي قبلها ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة وهذه المضامين تنطبق انطباقا كاملا على تأسيس دولة إسرائيل سنة 1948 للميلاد ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة أنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة إنما أضع الأمور في سياقها العام إلى أن تقول الآية السابعة بعد البسملة من سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة إنه العلو الثاني وفي أواخر سنيه فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة المراد من المسجد هنا محل العبادة محل السجود المراد هنا القدس حيث كان معبد اليهود حيث كان البناء الذي يعرف بالهيكل لا أريد أن أتحدث عن تأريخ اليهود وعن تأريخ هيكلهم ومتى تم تدميره كل ذلك مرة في عواقب العلو الأول هناك علو أول وكانت للعلو الأول عواقب ثم يأتي العلو الثاني وها نحن في زمان العلو الثاني عواقب العلو الثاني ستظهر في زمان الظهور الشريف فالإمام سيتحرك باتجاه فلسطين بعد أن تكتمل المراحل التي تقدم ذكرها سابقا وعينما يتحرك باتجاه فلسطين فإن اليهود قد بلغوا أعلى علوهم نهاية دولة إسرائيل ستكون على يد إمام زماننا إنه الجيش القادم من بلاد الرافدين إنه الجيش القادم من بابل يا بني إسرائيل بابل هذه التي تخافونها بابل هذه التي كانت عنوانا في ثقافتكم للجبروت وللهيمنة على العالم وللقوة في كل عنفوانها وللحضارة والمدنية بكل اتجاهاتها بابل بابل الحضارة وبابل بابل بابل العسكر تاريا وبابل بابل الجبابرة والأباطرة بابل القوة والبسالة والعنفوان هذه بابل عندكم والتي لا بد من تدميرها إنهم قادمون البابليون قادمون ولكن تحت راية جديدة البابليون عنوان فهم لا ينتمون بالضرورة إلى بابل هناك بابليون في هذا الجيش ولكن في الجيش القادم هناك جنود من جميع أنحاء العالم لكن الجيش القادم من الجهة نفسها من البلد نفسه من بابل إنها بابل المخيفة والمرعبة في ثقافة الإسرائيلية وفي كتبهم الدينية هناك مساحة واسعة لبابل في كتاب العهد القديم إنه الكتاب المقدس لليهود فإن العلو الأول تلاشى على أيدي القادمين من بابل وإن العلو ثاني وهو أكثر وأكثر من العلو الأول سيتلاشى على أيدي القادمين من بابل فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم هم هم القادمون من بابل ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبر وليتبر ما علوا تتبيره والذي يدل على أن العلو الثاني هو هذا ما جاء في سورة الإسراء نفسها في الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة وقلنا من بعده من بعد فرعون وما جرى على فرعون وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة هناك دقة في التعابير فإذا جاء وعد الآخرة إذا جاء وعد العلو الآخر العلو الثاني والأخير جئنا بكم لفيفة من مختلف أسقاع العالم هكذا تجمع اليهود بعد أن خرجوا من فلسطين وبقوا خارج فلسطين لألف عام ألفان من السنين زمن بعيد طويل خرج اليهود من فلسطين منذ ألف عام وانتشروا في الأرض لكنهم عادوا بطريقة غريبة تجمعوا في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي تجمعوا تجمعوا شيئا فشيئا من الدول المجاورة ومن الدول البعيدة جدا فكانت السفن تأتي محملة باليهود بدأوا بدأوا يتقاطرون وبكثرة إلى أرض فلسطين وشيئا فشيئا نشأت دولة إسرائيل وتم الاعتراف بها دوليا سنة ألف وتسعمية وثمانية وأربعين للميلاد وها هي دولة إسرائيل أقوى دولة في المنطقة إنها أقوى دولة في منطقة الظهور علامة فارقة إذا أردنا أن ندرس التاريخ بدقة نشوء دولة إسرائيل في منطقة الظهور وبهذه القوة وبهذه الغلبة علامة فارقة وشاخصة جدا ومميزة جدا وهكذا بدأ تأسيسها فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة من كل مكان جئنا بكم لفيفة هذا هو الذي حدث على أرض الواقع لكن عواقب هذا العلو نحن بانتظارها حينما ترتفع الرايات من جهة الكوفة من جهة بابل حينما ترتفع الرايات من جهة الكوفة باتجاه الشام ومن سورية إلى فلسطين هناك يتهاوى العلو الإسرائيلي الثاني قطعا هناك جموع من اليهود ستؤمن بقائم آل محمد هناك الكثير من المعلومات عند اليهود عن مستقبل العالم وعن قادم الأيام عوام اليهود قد لا يعرفون تفاصيلها ولكن المختصين في دراسة الكتب الدينية وبالتحديد في دراسة كتاب العهد القديم يعرفون الكثير من الحقائق التي حرفت في هذا الكتاب وهم يعرفون أصولها اليهود حينما حرفوا كتبهم حرفوها بطريقة هندسية ليس كالنصارى النصارى والمسلمون حينما حرفوا كتبهم حرفوها بطريقة ما هي هندسية لكن اليهود حرفوا كتبهم بطريقة هندسية ولذا فإن التركيز في القرآن على تحريف اليهود لكتبهم لأنهم يعرفون المضامين الصحيحة ولكنهم حرفوها بطريقة هندسية هم هم المختصون يعرفونها لإمكانهم أن يعيدوا النصوص إلى ما كانت عليه في أصلها أما الذي جرى في كتب النصارى وفي كتب المسلمين من السنة والشيعة فإن التحريف كان فوضويا ولذا فإن النصارى يعتقدون بصحة ما في كتبهم إلا الذين يعرفون أسرار الدين وهم قليلون عادة في كل دين والأمر هو هو عند المسلمين من السنة والشيعة صارت النصوص المحرفة هي النصوص الصحيحة هذه مشكلة طويلة مشكلة طويلة عريضة على أي حال اليهود في فلسطين واليهود سيكونون جزءا مهما من الوثائق والحقائق التي ستعرض في المحاكمة المهدوية العالمية وسيقضى على دولة اليهود في فلسطين زمن الظهور الشريف وسيؤمن جمع من اليهود بإمام زماننا ويكونون من المخلصين له المخلصين